أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مهنم تنسيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام يهتدون ثم استفى على العشر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم إن كان مقداره والفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقهم وبدأ خلق الإنسان من ماطنين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مما تشهى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أي من مال في خلق جديد جديد بل هم بالقاء ربي يكافرون قل يتوفاكم ملك موت الذي أبتل بكم سلم إلى ربهم توجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رقوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إما موطنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القوم مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذابا كل مما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبقوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفهم وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما مقفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغلون أما الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم جلنات مأوى نظلم لما كانوا يعملون وأما الذين فسطوا فمأواهون النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم دوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقا إنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر أعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هودا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتا يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يصن بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به ذرعا تهكل منه أنعام وأنفسهم أفلا يمصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مقيم تنسيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاه من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام يهدون ثم استفى على العشر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتأكدون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم إن كان مقداره والفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من عاطين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحي وجعل لكم السماع والأمصار والأفئدة قريلا مما تشكوا وقالوا أئذا طللنا في الأرض أعمل منا لفي خلق جديد بل هم بالقاء ربي يكافرون قل يتوفاكم ملك موت الذي اقتل بكم سلم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إما موطنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القوم مني لأملادن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد مما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبقوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفهم وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما مخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغلون أما الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم جلنات مأوى نظلم لما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواه النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقا إنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هودا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتا يهدون بأمنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدلهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أننا نسوقوا الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به ذرعا من تأكل منه أنعام وأنفسهم أفلا يمصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا يوم لهم ضرور فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون أعوذ بالله من الشيطان الغائم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مقيم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنزر قوما مما أتاه من نذير من قبلك لعلهم عليها تدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استفى على العشر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يحرج إليه في يوم إن كان مقداره والفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقهم وبدأ خلق الإنسان من ماطنين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحي وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلًا مِمَّا تَشْكُونَ وَقَالُوا أَيْذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَيْمٍ مِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدٍ جَدٍ بَلْ هُمْ بِلْقَاءِ رَبِّي يُكَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّا كُمَّ لَكُمْ مَوْتٍ لَذِي هُكِّلَ بِكُمْ ثُمِّمَ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَوْونَ وَلَوْ تَرَى إِذٍ مُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُقُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَمْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمًا صَالِحًا إِنَّا مُوْطِنُونَ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القوم مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخنز مما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبقوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفهم وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أكفي لهم من قرة أعيون جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغون أما الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم جلنات مأوى نظلم لما كانوا يعملون أما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم دوقوا عذاب النار كلما أرادوا فيها وقيل لهم ولنذيقا إنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر أعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هودا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتين يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يصن بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيهم يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به ذرعا تأكل منه أنعام وأنفسهم أفلا يوصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا يوم المنظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم من منتظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مقيم تنسيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم عليها تدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استفى على العشر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم إن كان مقداره والفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقهم وبدأ خلق الإنسان من ماطنين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحي وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مِمَّا تَشْكُونَ وَقَالُوا أَيْذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَيْمٍ مِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدٍ جَدٍ بل هم بالقاء ربي يكافرون قل يتوفاكم ملك موت الذي يبتل بكم ثمم إلى ربهم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إما موطنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القوم مني لأملادن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخنز مما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبقوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفهم وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أكفي لهم من قرة أعيون جزاء بما كانت يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغلون أما الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم جلنات مأوى نظلم لما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقا إنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هودا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتا يهدون بأمنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يصن بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يصنعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به ذرعا تهكل منه أنعام وأنفسهم أفلا يوصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون أعوذ بالله من الشيطان الغالبين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مؤمنين تنسيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنك وانتظر قوما ما أتاه من نذير من قبلك لعلهم يهددون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام يهددون ثم استفى على العشر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم إن كان مقداره والفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقهن وبدأ خلق الإنسان من عاطين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مما تشهى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أي من مال في خلق جديد بل هم بالقاء ربي يكافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي أبتل بكم سلم إلى ربهم توجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رقوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إننا موطنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القوم مني ولكن حق القوم مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخل مما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفهم وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أكفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغلون أما الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم جلنات المأوى نظلم بما كانوا يعملون وأما الذين فسطوا فمأواه النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذابا من النار الذي فوقوا به تكذبون ولنذيقا إنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر أعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هودا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتا يهدون بأمنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يحصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به ظلعا تهكل منه أنعام وأنفسهم أفلا يمصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون أعوذ بالله من الشيطان الغائم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مهيم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استفى على العشر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم إن كان مقداره والفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقهم وبدأ خلق الإنسان من ماطنين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قليلا مما تشعون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أي من مال في خلق جديد بل هم بالقاء ربي يكافرون قل يتوفاكم ملك موت الذي يبتل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رقوسهم عند ربهم ربنا أمصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إما موطنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القوم مني ولكن حق القوم مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلز مما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبقوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفهم وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما مقفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغلون أما الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم جلنات المأوى نظلم بما كانوا يعملون وأما الذين فسطوا فمأواه النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذابا من النار الذي أرادوا به تكذبون ولنذيقا إنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر أعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هودا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتا يهدون بأمنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به ذرعا تهكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يمصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون أعوذ بالله من الشيطان الغالب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مغمين تنسيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنظر قوما ما أتاه من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام يهتدون ثم استفى على العشر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم إن كان مقداره والفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقهم وبدأ خلق الإنسان من عاطين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قليلا مما تشهون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أي من مال في خلق جديد بل هم بلقاء ربي كافرون قل يتوفاكم ملك موت الذي وكل بكم سلم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رقوسهم عند ربهم ربنا أمصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إننا موطنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القوم مني لأملادن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخل مما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبقوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفهم وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أكفي لهم من قرة أعيون جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغون أما الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم جلنات مأوى نظلم لما كانوا يعملون أما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار ومن الذين أعطنوا به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هودا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتا يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يصن بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيهم يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به ذرعا تهكل منه أنعام وأنفسهم أفلا يوصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا يوم ينضرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم من منتظرون أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مؤمنين تنسيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنجد وانتظر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام يهتدون ثم استفى على العشر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتأكدون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم إن كان مقداره والفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من عاطمين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحي وجعل لكم السمع والأمصار والأفئدة قليلا مما تشهى وقالوا أئذا طللنا في الأرض أي من مال في خلق جديد بل هم بلقاء ربي يكافرون قل يتوفاكم ملك موت الذي يبتل بكم سلم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رقوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إما موطنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القوم مني ولكن حق القوم مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد مما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وأم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفهم وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أكفي لهم من قرة أعيون جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغلون أما الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم جلنات مأوى نظلم لما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذابا من النار الذي تقاطرون به تكذبون ولنذيقا إنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر أعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هودا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتا يهتمون بأمنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يحصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يصنعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به ظلعا تهدل منه أنعام وأنفسهم أفلا يمصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مقيم تنسيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام يهتدون ثم استفى على العشر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم إن كان مقداره والفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان العاطين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قريلا مما تشفى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أعملنا لفي خلق جديد بل هم بالقاء ربي يكافرون قل يتوفاكم ملك موت الذي وكل بكم سلم إلى ربهم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أمصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إما موطنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القوم مني لأملادن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد مما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبقوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفهم وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما مكفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغلون أما الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم جلنات مأوى نظلم لما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواه النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر أعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هودا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتا يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يصن بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يصنعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به ذرعا تأكل منه أنعام وأنفسهم أفلا يوصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مقيم تنزيل الكتاب لا غير فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنجدر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استفى على العشر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم إن كان مقداره والفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من عاطين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحي وجعل لكم السمع والأمصار والأفئدة قليلا مما تشكوا وقالوا أئذا طللنا في الأرض أي من مال في خلق جديد بل هم بالقاء ربي يكافرون قل يتوفاكم ملك موت الذي وقتل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رقوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إما موطنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القوم مني ولكن حق القوم مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد مما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبقوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفهم وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعيون جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغلون أما الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم جلنات مأوى نظلم لما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواه النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذابا من النار الذي تكرون به تكذبون ولنذيقا إنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقنون ولقد آتينا روسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه واجعلنا هودا لبني إسرائيل واجعلنا منهم أئمتا يهدون بأمنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يصن بينهم يوم القيامة فيما كانوا في يغدرفون أولم يهدلهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يصنعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به ضرعا تأكل منه أنعام وأنفسهم أفلا يمصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا يوم المنظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون أعوذ بالله من الشيطان الغالب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مقيم تنسيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قضم ما أتاه من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استفى على العشر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره والفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من عاطم ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قريلا مما تشكون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أي من منا لفي خلق جديد بل هم بالقاء ربي كافرون قل يتوفاكم ملك موت الذي أبتل بكم سلم إلى ربهم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أمصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إننا موطنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القوم مني ولكن حق القوم مني لأملادن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخنز مما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قروا سجدا وسبقوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خلفهم وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعيون جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغلون أما الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم جلنات مأوى نظلم لما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواه النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هودا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتين يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يصن بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يصنعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به ذرعا تأكل منه أنعام وأنفسهم أفلا يمصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مقيم تنسيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنجد رقض مما أتاه من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استفى على العشر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم إن كان مقداره والفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقهم وبدأ خلق الإنسان من عاطين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحي وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَمْصَرَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلًا مِمَّا تَشْكُونَ وَقَالُونَ أَيْذَا طَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَيْمٍ مِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدٍ دَلْهُمْ بِلْقَاءِ رَبِّي يُكَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُمْ مَوْتِ الَّذِي مُتِّلَ بِكُمْ ثُمِّمَ إِلَى رَبِّكُمْ تُعْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذٍ مُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُقُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَمْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَمْجِعْنَا نَعْمًا صَالِحًا إِنَّا مُتِنُونَ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القوم مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخل مما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قروا سجدا وسبقوا بحمد ربهم وأهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفهم وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما مكفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغلون أما الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم جلنات مأوى نظلم لما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواه النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذابا من النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقا إنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا روسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هودا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتا يهدون بأمنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدلهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يصنعون أولم يروا أننا نسوقوا الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به ذرعا تأكل منه أنعام وأنفسهم أفلا يمصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا يوم لهم ضرور فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون أعوذ بالله من الشيطان الغائم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مهدين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنزر قوما مما أتاه من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استفع على العشر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم إن كان مقداره والفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقهم وبدأ خلق الإنسان من ماطنين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحي وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلًا مِمَّا تَشْكُونَ وَقَالُوا أَئِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَيْمٍ مِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدٍّ بَلْ هُمْ بِلْقَاءِ رَبِّي يُكَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُمْ مَوْتٍ لَذِي مُتِّلَ بِكُمْ ثُمِّمَ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَوْونَ وَلَوْ تَرَى إِذٍ مُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُقُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَمْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَانْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوتِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْمِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ أَجْمَعِينَ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخل مما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدهم وسبقوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفهم وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعيون جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغلون أما الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم جلنات مأوى نظلم لما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم دوقوا عذابا من النار الذي أعطم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر أعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هودا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتا يهدون بأمنها لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يصن بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يصنعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به ذرعا تهكل منه أنعام وأنفسهم أفلا يوصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا يوم لهم ضرور فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون أعوذ بالله من الشيطان الغالبين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مقيم تنزيل الكذاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنزر قضما مما أتاه من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استفع على العشر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم إن كان مقداره والفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقهم وبدأ خلق الإنسان من عاطين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحي وجعل لكم السماء والأمصار والأفئدة قليلا مما تشكوا وقالوا أئذا طللنا في الأرض أين منا لفي خلق جديد بل هم بالقاء ربي كافرون قل يتوفاكم ملك موت الذي أبتل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا قوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إما موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القوم مني ولكن حق القوم مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخل مما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبقوا بحمد ربهم وأهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفهم وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما مقفي له من قرة أعين جزاء بما كان يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغلون أما الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم جلنات مأوى نظلم لما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواه النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذابا من النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقا إنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر أعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هودا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتا يهدون بأمنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يصنعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به ضرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يمصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا يوم لهم ضرور فأعرض عنه وإلا ظل الشيطان ومنتظرون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مقيم تنزيل الكذاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنزر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعدهم يهددون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استفى على العشر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم إن كان مقداره والفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقهم وبدأ خلق الإنسان من عاطين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قليلا مما تشعون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أي من مال في خلق جديد بل هم بالقاء ربي يكافرون قل يتوفاكم ملك موت الذي يبتل بكم سلم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رقوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إما موطنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القوم مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخل مما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبقوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفهم وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أغفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغلون أما الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم جلنات مأوى نظلم لما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواه النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذابا من النار الذي مواطن به تكذبون ولنذيقا إنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر أعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه واجعلنا هودا لبني إسرائيل واجعلنا منهم أئمتا يهدون بأمنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يخصن بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به ظلعا إن تهكلوا منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يمصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مقيم تنزيل الكذاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنزر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استفى على العشر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم إن كان مقدار والفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من ماطنين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قريلا مما تشعون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أي من مال في خلق جديد بل هم بالقاء ربي كافرون قل يتوفاكم ملك موت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أمصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إما موطنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القوم مني ولكن حق القوم مني لأملادن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخل مما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبقوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفهم وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما مخفي له من قرة أعيون جزاء بما كان يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغلون أما الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم جلنات مأوى نظلم لما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواه النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي أرادوا به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر أعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هودا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتا يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يصن بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيهم يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به ذرعا تأكل منه أنعام وأنفسهم أفلا يوصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون